وللحديث أكثر ينضم إلينا يونس السلامة مدير المكتب الإعلامي لجيش أسود الشرقية من البادية السورية بداية أين وصلت المعارك مع تنظيم الدولة؟ السلام عليكم نعم أختي ضمن معركة سرجنة جيادة تطهير الحماد وصلت الآن المعارك بعد تطهير ريف السويداء بشكل كامل وريف دمشق بعد طرد إصابات داعش منه تصل الآن المعارك إلى منطقة المحسة في ريف حمص الشرقي التي تعد هي بوابة القلمون الشرقي إلى البادية السورية والآن تدور معارك عنيفة في هذه المناطق منطقة المحسة ومنطقة مثلث البصيري ومنطقة كسارة عادة ومنطقة خنيفيس يونس هل تسمعوني؟ نعم نعم وكما ستطاع الثوار اليوم متمثلين بجيش السويد الشرقية بالسيطرة على تل مكحول في البادية السورية والليل آخر نقطة لتنظيم داعش في ريف دمشق طب يونس يعني إلى أين توجه عناصر تنظيم الدولة بعد انسحابهم؟ بالنسبة لانسحاب تنظيم داعش يوجد أقسام كبيرة منهم انسحبت بالدجاء شرق ودير الزور وقسم منهم انسحب إلى منطقة خمس الشرقي يبدو أن هناك مشكلة في الصوت نعتذر عن هذا الخطأ الفني يونس السلامة مدير المكتب الأعلامي لجيش أسود الشرقية كنت معنا من البادية السورية شكرا لك